السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أحبائي الآن سأقوم بتسجيل هذا الفيديو لمادة التربية الإسلامية للصف الأول شعارنا ملتزمون يا وطن الأيام التي درسنا بها التربية الإسلامية كانت يومي الأحد والأربعاء للصف الأول تاريخ هذان اليومين السادس والعشرين والتاسع وعشرين من شهر أربعة المادة التربية الإسلامية أنا أحبكم جدا جدا وأنا سعيدة بأنني ألتقي بكم في كل يوم بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية أنا معلمتكم منزل سأبدأ بشرح ما درسناه في هذا الأسبوع الرابع من الفصل الثالث ركزوا معي جيدا انتبهوا إلي تعالوا لنبدأ درسنا يا أحبائي انظروا إلى هذه الصورة ماذا نشاهد بالصورة الأولى مقارنة نقارن بين الصورتين في الصورة الأولى قبل أن تبدأ صديقتنا بالطعام قالت بسم الله أما هنا فبدأت في الطعام بسرعة برأيكم أيهم تصرفهما هو الصحيح نعم عندما قالت بسم الله الرحمن الرحيم وهذا تصرفها ليس صحيحا انظروا إلى هذه الفتاة ماذا تفعل تأكل باليد اليسار ولا تأكل مما يليها أما هنا فتأكل باليد اليمين وتأكل من أمامها أي تصرف هو صحيح نعم هذه تصرفها هو الصحيح أما هذه فتصرفها هو الخاطئ انتبهوا اليوم عن ماذا سنتعرف سنتعرف على آداب الطعام وعما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وهل كان سيدنا محمد يا ترى يعيب الطعام هل كان يعيب الطعام الذي لا يحبه هذا ما سنشاهده معا اليوم انتبهوا سنتعلم من خلال درسنا من آداب الطعام الحديث الشريف ونحفظ ونستنتج أن من الآداب عدم عيب الطعام أقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في آداب الطعام إذن ونشكر الله تعالى على نعمة الطعام يجب علينا أن نشكر الله هل نعيب الطعام إذا لم نحبه تعالوا نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركع رواه البخاري ومسلم إذن أعيد الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه أي كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب الطعام أبدا وإنما كان يأكله إذا اشتهاه وأراد فإذا لم يحبه تركه ولم يعبه أبدا تأدبا مع من مع الله تعالى في عدم إبداء الكراهة لرزقه لأن الطعام والشراب هذا نعمة يا أحبائي من الله تعالى انظروا هنا صورتان مختلفتان هذا الطفل أحضرت له أمه طعامان واحد منهم لا يحبه فماذا قال ما هذا الطعام السيء يا أمي هل تصرفه صحيح هل اقتدى بسنة النبي هنا خطأ تصرفه غير صحيح طيب انظروا إلى هذا الولد عندما أحضرت الأمه له صنفان من الطعام أخذ ما يحب وترك ما لا يحب وشكر أمه على هذا الطعام اللذيذ وقال الحمد لله على نعمه هذا هو تصرفه الصحيح الذي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن سأبين لكم معاني المفردات عاب يعني ذم اشتهاه أحب أكله إذن من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مراعاته لآداب الطعام وحق النعم فكان إذا قدم إليه طعام يحب أكله وإذا قدم إليه طعام يحبه أكله وإذا قدم إليه طعام لا يحبه لم يذم لم يذمه انتبهوا يعني ما عيب على الطعام أبدا لا يجوز أن نعيب على الطعام نستخلص يا أحبائي آداب الطعام قبل الأكل أقول بسم الله أغلق أغلق فمي وأنا أنضغ الطعام إذا انتهيت أقول الحمد لله لا أتكلم وفي فمي الطعام لا أكل بهيد اليسرى وإنما باليمنى أنتبه أثناء الأكل فلا أسكب الطعام لا أرمي الطعام ولا أذم إذا لم يعجبني أحرص أن يكون المكان نظيف لا أتشاجر أثناء طعام وأكل مما يليني إذن ما الأدب الذي ورد ذكره في الحديث الشريف عدم ذم الطعام ماذا كان يفعل رسول الله إذا قدم له طعام لا يحبه يتركه ولا يعيبه إذن تعالوا معي لنحل هذه الأنشطة أقول بسم الله أغسل يدي أكل بيد اليمنى أكل من أمامي أغسل أسناني لا أعيب الطعام أقول الحمد لله قبل الطعام أثناء الطعام بعد الطعام أحسنتم أقول بسم الله قبل الطعام أغسل يدي قبل الطعام أكل بيد اليمنى أثناء الطعام أكل من أمامي أثناء الطعام أغسل أسناني بعد الطعام لا أعيب الطعام في كل الأوقات قبل وأثناء وبعد أقول الحمد لله متى عندما أنتهي من الطعام الآن سنرتب هذه الآداب انتبه إلي جيدا أقول بسم أول شيء أغسل يدي ثاني شيء أقول بسم الله بعد ذلك أكل من أمامي أمضغ جيدا وأقول الحمد لله في النهاية إذن أردد معا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين هذا الدعاء نقوله بعد الطعام الحمد لله والشراب الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين أبحث عن ثلاثة آداب للمسلم عند الشرب التسمية الشرب باليد اليمنى قول الحمد لله وأيضا نسينا آدبا مهما جدا من آداب الشرب ومن سنن الرسول في الشرب أن نجلس ونشرب الماء إذن ننتقل إلى هذا النشاط أضع إشارة صح أسفل التصرف الصحيح وإشارة خطأ أسفل التصرف الخطأ انظروا إلى هذا الولد هل تصرفه صحيحا عندما ذم الطعام لا فهو خطأ انظروا إلى هذه الفتاة تأكل باليمين مما يليها تجلس بشكل جيد تقول بسم الله نعم صحيح ثلاثة يشتركون بنفس الطعام ويأكلون من الوسط ومن الأمام ولا يحترمون آداب الطعام تصرفهم خطأ إذن تغسل يداها أحسنتم يقول بسم الله صح تنظف أسنانها بعد الطعام صحيح أصل بخط بين الصورة والبالون المناسب لها بعد الطعام يقول الحمد لله قبل الطعام يغسل يداه أثناء الطعام يأكل باليد اليمنى أضع إشارة صح أمام التصرف الصحيح وإشارة خطأ أمام التصرف غير الصحيح سأقرأ لكم وأنتم أجيبوا قدم سعيد لجاره طعاما فقال الجار ما هذا الطعام إنه سيء هل تصرفه صحيح لا أحسنتم وضعت وضعت الأم الطعام أمام أولادها فأكلوا وحمدوا الله على نعمه على نعمة الطعام حضرت سمية حضرت سمية حضرت سمية وليمة طعام ولم يعجبها الطعام المقدم فلم تأكله ولم تزم أحسنت يا سمية تصرفك صحيحا أتأدب بآداب الإسلام في الطعام نعم أحيانا أم لا نعم لا أعيب الطعام لا أعيب طعاما قدم إلي نعم أشكر الله على نعمة الطعام كلما أكلت أيضا نعم أستودعكم الله سننتقل الآن إلى ورقة العمال سهلة جدا هذه الورقة أصل العبارة بالصورة التي تناسبها ركزوا معي جيدا أقول قبل الأكل ماذا أقول قبل الأكل بسم الله أحسنتم لا أعيب الطعام ولا أنفخ فيه سني عن الرسول أن لا ننفخ في الطعام بعض الطعام أقول الحمد لله بعد الطعام أغسل يدي آكل بيدي اليمنى أتمنى أن تحل ورقة العمل إلى اللقاء أحباء الحلوين أستودعكم الله الذي لتضيع ودائع إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر